اكتشافات أثرية في مصر جعلت العالم كله حائرا قطاع الآثار في مصر قطاع حيوي للغاية ولهذا السبب فإن السلطات المصرية تعلن باستمرار اكتشافات جديدة وهذا هو موضوع الفيديو في هذا اليوم مع هذا الفصل الجديد من المعلومات والألغاز وسوف أقدم لكم بعضا من أكثر الاكتشافات الأثرية المذهشة عبر التاريخ في مصر الآن وبدون مزيد من الكلام هيا بنا نبدأ المركز الأول نحن نتحدث بالضبط عن السادس من ديسمبر عام 1912 حيث كان هناك فريق من علماء الآثار الألمان اكتشفوا في موقع تل العمارنة في مصر الرأس الأثرية للملكة نيفرتيتي زوجة الملك إخناتون وهذه القطعة الأثرية في غاية الجمال هذا الاكتشاف وجد تحديدا في بيت النحات العظيم تحتمس ولهذا يعتقد أنه قد نحته بنفسه منذ حوالى 1345 عاما قبل الميلاد وعثر يومها أيضا على العديد من القطع النادرة من بينها رؤوس حجرية وقوالب وأقنعة العائلة الملكية كان الاكتشاف الأثري واحدا من أكثر الاكتشافات إثارة للجدل في العالم لأنهم وجدوا رأس الملكة نيفرتيتي في شكل مثير للجدل بشكل كبير بعد ذلك بدأ تفاوض الباحثين الألمانيين مع وزارة الأثار المصرية حول التوزيع العادل للأشياء التي وجدت في ذلك الاكتشاف وأدرك هؤلاء الباحثون مدى أهمية وجمال هذه الرأس الأثرية لذا انتقلت إلى خارج مصر لألمانيا ومنذ تلك اللحظة بدأت مشكلة دبلوماسية بين ألمانيا ومصر حول إعادة الرأس للأراضي المصرية وفي الحقيقة فإن الدولة الأوروبية رفضت إعادة القطعة الأثرية لأنها بالفعل أصبحت رمزان متميزا في ألمانيا حاليا يتم معرض هذه القطعة الفريدة والجميلة في متحف برليين في ألمانيا المركز الثاني نجد أنه في عام 1817 المستكشف والباحث الأثري جيوفاني باتيستا بولسون اكتشف مقبرة الملك السيتي الأول وهي إحدى المقابر الأولى في وادي الملوك في مصر وهذه المقبرة تعتبر من أجمل المقابر لجمال النقوش بها كما تميزت تلك النقوش واللوحات التي وجدت بالألوان الزاهية والرائعة ولكن ما يثير الفضول أنها على عمق ثلاثين مترا وقد وصل الباحثون لأكثر من مائة متر داخل هذه المقبرة وفي السنوات التالية من اكتشاف هذه المقبرة أكد الباحثون وجود نفق مزدود وضخم ومر قد يصل طوله إلى ستة وثلاثين مترا وقد يؤدي للتابوت الحجري للملك حتى إن هوارد كارتر الشهير ومكتشف مقبرة توت عن خأمون تجرأ على حفر قبر الملك السيتي الأول وفي عام 2007 عالم الآثار زاهي حواس بدأ هو الآخر في الشروع في التنقيب في هذا الاكتشاف لأنه تأكد من أن هذا النفق يمكن أن يؤدي نحو كنز لأنه في منتصف الطريق ظارت بعض الحفريات الصغيرة والتماثيل الملكية وسفينة من الخزف وحجر عليه السموسيتي الأول وبعد حوال أربع وخمسين خطوة وفي النهاية من هذا الممر كان هناك باب منقوش عليه رسالة ربما كتبها المهندس المعمري لهذه المقبرة قال فيها ارفع دعامة الباب ووسع الممر ويؤكد الخبراء أن العمال لم يستطيعوا تجاوز هذا الباب وذلك الممر وتوقف التنقيب على بعد مائة وسبعين مترا من متخل باب هذه المقبرة المركز الثالث بعد أكثر من مائة عام من الاكتشاف في عام 2015 عالم المصريات نيكولاس ريفز أكد من خلال تحليل بعض ورقات البرد والمسح الراداري في قبر الفرعون توت عن خامون على وجود بعض الأسرار والتي تؤدي بالفعل إلى قبر الملكة نيفرتيتي التي لم يعثر على قبرها بعد لذلك أوضح نيكولاس أن النتائج تؤيد نظريته وربما كان قبر توت عن خامون فقط غرفة انتظار لقبر نيفرتيتي لأنه في وقت من الأوقات اعتقد البعض أنها من المحتمل أن تكون والدة هذا الفرعون لكن لم يؤكد أحد هذا النساء ولم يتم العثور على أي بارتيات ذات صلة بهذا الأمر يعتقد حاليا أن والدة هذا الفرعون الشهير كانت سيدة صغيرة من ضمن المميوات التي وجدت في مقبرة في وادي الملوك طبقا لاختبارات الحمض النووي المتطابقة هذه المقبرة في مصر تحمل الكثير من الإنخاز وقام فريق من المتخصصين من جامعة بولتك نيك كاتورين باستخدام الرادار الذي يقوم بمسح السخور وتحديد أن وراء الجدار تابوت الملك توت عن خامون على أي حال يؤكد الحبراء أن هذا القبر يحتفظ بأسرار مهمة أخرى لكن من الأفضل أن لا تزعج الملك حتى لا تصاب باللعنة المركز الرابع في نهاية عام 2019 أعلنت وزارة السياحة والأثار المصرية أن فريق من علماء الأثار اكتشفوا أكثر من ثلاثين تابوت خشبيا في منطقة جبانة العساسيف ويعود هذا المكان إلى ما بين 1994 و332 عاما قبل الميلاد وهذه التوابيت بدت غريبة جدا لأنهم كانوا ملونين ولديهم بعض النقوش والبرديات وقد تم فهرستها بواسطة السلطات المصرية باعتبارها الأكبر والأكثر أهمية في السنوات الأخيرة وقد تم العثور على التوابيت في حالة كاملة ووجدت في منطقة تعتبر من أهم مناطق مصر القديمة كما وجد بجانب هذه التوابيت بعض القرابين للأهلهة المختلفة ونصوص دينية ووفقا للخبراء فإن وجود هذه التوابيت في مكان منعزل قد يكون دليلا على فترة في التاريخ الذي كان يكثر فيه السطو على الكبور تم إرسال هذه التوابيت إلى المتحف المصري الكبير في القاهرة ولكن الاستكشافات في تلك المنطقة سيستمر لأنه يعتقد أنهم يستطيعون أن يصلوا للمزيد المركز الخامس في شهر يناير من هذا العام 2021 أعلنت السلطات المصرية اكتشاف بعض القطع الأثرية المهمة واقدم العثور عليها بالقرب من هرم الملكي تيتي وهذا يقع في منطقة سقارة جنوب غرب القاهرة هذه القطع المكتشفة تعود لثلاثة آلاف عام في فترة الملك تيتي خلال عام 1550 وحتى عام 1069 قبل الميلاد هذه البعثة الأثرية كانت مسؤولة من المجلس الأعلى للأثار أعلم الآثار زي حواس وعلى الفور وجدوا المعبد الجنائزية للملكة نعرت زوجة الملك تيتي كما وجدت العديد من الأبار بعمق بين 10 إلى 12 مترا وفي الداخل كان هناك 50 تابوتا خشبيا ومن بين الأشياء الأخرى التي صنفها القبراء على أنها فريدة هي العثور على برضية بطول أربعة أمطار وضع عرض متر ومكتوب عليها الفصل السابع من كتاب الموتى واثنين من الصور التمثيلية وتم استخدام النص الجنائزي القديم في مصر القديمة في بداية عام 1540 وحتى 60 قبل الميلاد هذا الكتاب يحتوي على سلسلة من تكاهنات السحر الذي كان يهدف إلى مساعدة المتوفى حتى يتمكن من التغلب بنجاح من حكم أوزوريس أهم الأساطير المصرية القديمة أيضا هذا النص يوضح مؤشرات واضحة بخصوص كيف تكون رحلة الميت للعالم الآخر هكذا أصدقائي نصل إلى نهاية هذا الفيديو مع بعض المعلومات والألغاز حول الحضارة الفرعونية لا تنسوا الاشتراك بكناتنا والإعجاب بالفيديو الآن نراكم قريبا ترجمة نانسي قنقر